تلت مطشاط اللي جايين دول اكسب التلت مطشاط دول وهو ده العيد ونعمل لك احنا عيد يوم 22 والجماهير مش احنا الجماهير الجماهير دي اللي حطتك في سبع سمة من النجومية سبع سمة من النجومية الجماهير دي اللي موتها نفسها انا ماشي في الشارع الناس بتقول لي حرام عليك قل لهم حرام عايز اقول لي لحضراتكم اني جاي لي مسج ومن حد ما عرفوش صورتها صورتها علشان اقولها لحضراتكم على الشاشة اتمنى بس ان انا لقيا لانه جالي ناس كتيرة جدا معلش انا اسف يعني اهو لا مش دي في مسج كتيرة جدا كل الجماهير دي حق كل الجماهير دي حق انا حاول اجيب المسج حتى لو في الجزء التاني من هذه الحلقة لانه الحقيقة محتاج ان انا اقول لحضراتكم ايه الموضوع اهو حد اسمه امينة بنت او ولد او ما اسف بنت او او سيدة على تويتر بالمناسبة بتقول لي ايه يا كابتن اسلام يا استاذ منيسي يا استاذ عدل القيعي بلاش توجهولنا كلام عن الدعم والمساندة عشان احنا في الدعم والمساندة ندرس للجماهير التانية وجهوا كلامكم اللعيبة على سبيل التغيير بقى مرة فهمهم اننا دلعنا ورفعنا على الراس عشان الاهلي بس مش عشان حد تاني كل كلامك ليه احترام وكل حاجة ولكن في نفس الوقت انا بحب النادي الاهلي وحضرتك وغيرك 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 بيحبوا النادي الاهلي كل المجموعة دي اه بنحب النادي الاهلي وحنبدل وقفين وراء النادي الاهلي وحنساند النادي الاهلي انسوا العيد انسوا انا بقول للعيبة انا بوجه كلامي للعيبة انسوا العيد انسوا اي حاجة خلال الفترة اللي جاية عايزينكوا تفكروا في حاجة واحدة بس 70-80 مليون أهلاوي منتظرين أن أنت تؤدي بروح قتالية وتعود الروح القتالية للنادي الأهلي مرة أخرى خلال التلات مباريات القادمة إن شاء الله الانتصارات ما هو عودة الروح القتالية بعدها على طول بتيجي الانتصارات كرة حسام حسن اللي في آخر ثانية لو كانت الناس تعبط شوية في الملعب كانت الكرة دي دخل الجون نزل بدنماغه تحت شوية ودخل الجون ولكن أين التركيز ممكن أتكلم في فنيات كثيرة جدا لأن هذه القناة وهذا البرنامج دائما ما يدافع عن اللاعبين وعن النادي الأهلي وسنظل دائما كذلك ولكن التلات مباريات القادمة مش معنى اللي أنا بقوله ده إن أنا بضغط على اللعيبة وإن أنا عايزكوا يعني كرة جيلك ما تعرفش توقفها إما ليه الفرق ما بين لعب النادي الأهلي وأي لعيب تاني هو ده الفرق بالمناسبة إن اللاعب النادي الأهلي لما بيقع بيقوم يقفوا بسرعة زي ما قلت لحضراتكم أقسم بالله كل الكلام اللي أنا بقوله لحضراتكم ده حدث بالفعل وممكن تسأله كل اللاعبين كلهم الحمد لله موجودين من هذا الجيل اسألهم كلهم هل ده كان بيحصل ولا ما كانش بيحصل شوفوا حيقولوا لحضراتكم إيه نقعة نحن ما كناش بنتغلب كتير يمكن في خمس ست سبع ثمان سنين مرة مرتين ثلاثة اللي أنا فتكر حاجة يعني كبيرة يعني كانت الوقعة بوقفة الوقعة وقفة على طول بعديها بطولة بقول للناس أنا آسف حضراتكم حطتوني في سابع سمة من النجومية فأنا بتأسف لكم وبقول لكم أنا آسف أنا بتكلم بقلب واحد لعب كورب لكذا وعارف إيه اللي حصل وعارف إيه اللي ممكن يحصل هتقول لي إجهاد هقول لك خط أسبوع عجازة لعيد داخل معلش دوس على نفسك ريح نفسك شوية ابعد عن كل ما أي حد بيحاول يأذيك أو أي حد بيحاول يحملك فوق طاعتك ابعد عنه دلوقتي ابعد عن النقد الهدام ما تبصش على نقد الهدام لما من يومين تلاتة كده لما كان نزل على أحد المواقع كلمة الشهيرة أو الجملة الشهيرة اللي على حسين الشحات في هذا البرنامج بالمناسبة وفي برنامج الترند مع أمير هشاء جبنا الأستاذ سعيد علي واعتذر للكابتن حسين الشحات على الهواء مباشرة على الرغم أنا أسف يا حسين إحنا زعلانين منك يا حسين كلنا كأهلوية كنا زعلانين منك الفترة اللي فاتت لكن مفيش مشكلة جبنا الراجل وخلنا يعتذر أمام ملايين الأهلوية فعمر زعلان من حسين قاضي علام من حسين بس زعلان من حسين عشان بحبه زعلان من حسين عشان عشان عارف ان هو عنده أحسن من كده مليون مرة ولكن لما بالمناسبة حسين المجموعة اللي كانت واقفة ورا حسين وعملت تقولك أصلا استبعد لعشان حاجة فنية واستبعد عشان كذا واستبعد عشان كذا واستبعد عشان كذا عملته إيه بقى لما أعرفته ان حسين الشحات عنده مشكلة في رجبته وحتقعده فترة حد طلعي يعتذر لحسين الشحات بالمناسبة يعني حتقول لحسين وحش ومش عايزين نعتذر له محدش بيعمل كده أبدا احنا هو بنقول ان حسين لم يكن هو نفسه عارف هذا الكلام وهو نفسه عارف ونفسه يصلح كل جمهور النادي الأهل ولكن خلاص الراجل مصاب حنفضل وقفين وراه وحنفضل وقفين ورا ظهره وحنفضل دايما ورا كل لعبة النادي الأهلي وحنساند لعبة النادي الأهلي لأن التلات مباريات القادمة سواء فيوتشر أو بيرامدز أو الزمالك في النهائي الكاس تلات مباريات من العيار الثقيل هو ده اللي حضرتك كلاعب النادي الأهلي وكنجم في النادي الأهلي اللي سبعين تمانين مليون أهلاوي يحطوك في سبع سمة من النجومية يستحقه منك أن أنت تموت نفسك وتتعب نفسك التلات مطشاط اللي جاي مش التلات مطشاط اللي جاي بس ولكن على الأقل بطولة ومن نادي كبير زي نادي الزمالك وتلعب ضد نادي كبير زي نادي بيرامدز وتكسبه وتلعب ضد نادي فيوتشر وتكسبه دي هي دي اللي حتقول للناس إحنا راجعين إحنا راجعين مرة تانية طبعا أنا بالمناسبة يعني وأنا بكلم عشان ما حدش يزعل الاعتذار من شيء من الكبار سيد سعيد علي اعتذر وهو رجل لأنه هو شاب لسه صغير طبعا سعيد لكن كبير الحقيقة باللي عمله وباعتذاره للكابتن حسين الشاحات على المانشت اللي كانت مكتوب كل الاحترام ليه طبعا